السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سلام بكم طلب تانية السلامي لأنه نبدأ مع بعض شرح الدرس الثاني في المنهج في المواقع الساكنة وهو الضغط الضغط معنا الدرس في جزئين يعني هما مفهوضة قسموا درسين لأنه ده موضوعه ده موضوع أو دي فكرة ودي فكرة فنحن نتكلم عن الفكرة الأولى واللي هي الضغط عموما الفكرة الثانية اللي هي الضغط عند نقطة في باطن سائل اللي هي معك في كتاب الامتحان هي الضغط عند النقطة في باطن سائر اللي في صفحة اتنين وتلاتين هنقف لواية العنوان ده. فهنشرح العنوان الاول اللي هو الضغط. وزي ما اتفقنا في الكثافة قلنا اللي احنا هنشرحه فيه الكثافة. اللي هي الطريقة بتاعتنا في الكثافة هي هي الطريقة في الضغط. كل الموضوعنا بتمحتاج تركز معي في الاساسيات بتاعة الدرس. وتنبيه بس بنبه عليه ان كل كلمة بقولها في الويديو بيكون مهمة جدا جدا جدا. الطلبة اللي بتعدي الشرح على السريع كده ويبقى عايز اسئلة اصلاحنا نظام جديده والكلام ده المفروض انتو حفظتوه مني وزيقتو مني. بس عشان في ناس بتبقى الاول مرة بأكد عليكم تاني اهم حاجة فهم فيديو الشرح. اهم حاجة فهم فيديو الشرح كلمة كلمة. كل كلمة او كل معلومة اقولها اتوقف عندها كده وتشوف انت استعبتها ولا لا. عشان اما تيجي تحل تعرف تحل. آآ الحاجة التانية بعد فهمك ليه الشرح بتكون هي انك تفهم طريقة الحل. مش انك تعرف حل كل سؤال. ده سؤال وده اجابته ده اجابته لو انت حلت الف سؤال زي ما بقول دايما هيجي لك في الامتحان السؤال رقم الف واحد انت ما حلتهش فمش هتعرف تحله. فالي عبرة كلها اللي انا عامل بسببها المحتوى الخاص هي ان انت تفهم المادة وتفهم ازاي تحل اي سؤال. مش ان انا بحلي لك كل الاسئلة اللي موجودة وبالتالي مش هيقف عليك اي حاجة. الفكرة كلها ان انا فهمك كل حاجة وبالتالي مش هيقف عليك حاجة. وليس العبرة بكترة الحل. كترة الحل ان هتحل كتير قوي ده حاجة مطلوبة. ولكن مش ده اللي هيخليك انك تقفل الامتحان. هيخليك تقفل الامتحان. فاهم المنهج وفاهم الطريقة اللي انت هتحل بيها. ازاي تحل اي مسألة. وده مش هينفع الى لما يكون فاهم الشرح. تمام كده? في الله بنا نبدأ في الضغط وزي ما قلنا بنفس الطريقة اللي مشينا بيها في الكثافة بالزبط. اول حاجة اللي بنشرح منها كل الدرس هو القانون والتعريف. فاول حاجة عايزين نتكلم عنها القانون بتاع الضغط. الضغط بالانجليزي يعني بريجر. فانت بتاخد اول حرف بس اللي هو البي. طيب تعريفك ايه ضغط? قال لك انا قوة او فيه كلمة قوة وفيه متوسط القوة. ايه السبب فيه? ما هنتكلم عنه بعدين. ولكن في المجمل ان في قوة بتأثر فسواء ولنا قوة او متوسط القوة اللي اتنين يعتبر واحد بالنسبة لنا. القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات. ركز على كلمتين عموديا ووحدة المساحات. طيب ايه القانون بقى تاني يقوله كده? او التعريف? القوة المؤثرة على مين? المساحة. يبقى الضغط هو القوة المؤثرة او القوة المتوسطة المؤثرة. المؤثرة ايه? عموديا على مين? وحدة المساحات. يعني ببساطة هيكون عندي مساحة. ادي كده مثلا اسمها او مقدارها ايه? وانا بأثر عليها بقوة عمودية مقدارها اف. وبكده نقدر نطبق القانون ده. ان الضغط الواقع بسبب القوة اف على المساحة ايه مقداره يساوي اف على ايه? ده كده معنى القانون. الضغط اللي بتأثر به القوة اف على المساحة ايه? يساوي اف على ايه? قوة مثلا زي قوة ايه دي لما اضغط على مكتب مثلا او ترايضة او حاجة بيضغط كده بقوة اهو. كده انا بضغط. دي ايه دي هي اللي بتأثر بقوة. على مساحة ما فبتأثر على المساحة. انا بقى لجاه لعبر ومين? ودي الملاحظات اللي عايزين نتكلم عنها. يعني لو عايزين نكتب ملاحظات كده على جنب. اول حاجة ان احنا قلنا قوة عمودية دي الشرط الاول. تمام كده? على وحدة المساحات. ليه بنقول وحدة المساحات ده? ما بديجي نقول التعريف بس. ليه ما بنقول التعريف بس? لان التعريف مفهومه او مقصوده. انا عايز اعرف مقدار الضغط قد ايه? فبيقول لك مقدار الضغط ده بيساوي مقدار القوة في حالة ان المساحة كانت بواحد. وده ممكن يجي لك سؤال متى يتساوي الضغط مقدارا او عدديا مع القوة? وطبعا ما انتعاش كميتين فيزيائيتين مختلفتين يكونوا متساويين. يعني ما نفعش اقول الضغط بيساوي قوة. ولكن منقول لها عدديا. يعني لو القوة خمسة امتى يكون الضغط خمسة لو المساحة بواحد? تمام كده? فالصح ان الضغط اللي هو خمسة بيساوي القوة على المساحة اللي هي خمسة على واحد. انما ما نفعش اقول الضغط بيساوي القوة الا ما اقول ايه? عدديا. وبالتالي احنا بنقول وحدة المساحات بس عشان اقول لك ان مقدار الضغط هيساوي مقدار القوة لو المساحة بواحد. انما بصفة عامة فبنتكلم عن المساحة. مساحة ايه بقى? ركز بقى معايا كده. دي او تاني معلومة. المساحة الكلية. يعني ايه المساحة الكلية? يعني انا مسلا ابني ادم وايف قدامك هو عندي رجلين فلما انا بضغط بوزن جسمي ده على الارض بضغط عليه. على كفتين الرجلين صح? فبالتالي لما تيجي تجيب وزنك على المساحة اللي انت بتضغط عليها وبتأثر بها على الارض. هتكون مساحة الرجلين الاتنين مش مساحة رجل واحدة. اللي هي المساحة الكلية اللي انت بتأثر عليها. عربية ماشية في الشارع ببقى لها اربع كوتشات فكل واحد فيهم بيأثر على مساحة صغيرة. فلما اجي احسب الضغط بتاع العربية على الطريق باحسب ايه? القوة اللي هي وزن العربية على مين? المساحة بتاعت مين? الاربع اه اطارات او الاربع كوتشات بتوى العربية. فمجمل اللي عايزين نقوله بنشوف مجمل القوة على مجمل المساحة. تمام كده? مجمل القوة العمودية على مجمل المساحة اللي انت بتأثر بها. تمام? تمام. ايه افكارنا بقى في الدرس النهاردة? مفيش افكار صعبة خالص. هم بالترتيب كده العوامل بتاعة الضغط. اللي هي طرد مع القوة وعكس مع مساحة. رقم اتنين الفكرة بتاعة القوة العمودية. طب لو مش عمودية هعمل ايه? ورقم ثلاثة هو التطبيقات بتاعة الضغط. ده بس كده اللي نتكلم فيه النهاردة. يلا بنا نبدأ بقى الحاجة وهي كلمة عمودي. اتفقنا ان ده المسال الصحيح وهو تطبيق القانون المباشر ان الضغط هيساوي مقدار القوة الفعلية اللي موجودة عندي دي على المساحة برضو اللي موجودة قدامي دي. طيب ايه الحالة التانية اللي انت عاوز تتكلم عنها? هقول لك الحالات التانية ان انا عندي نفس المساحة ولكن القوة مش عمودية عملا لي زاوية بالمقدار بالشكل ده كده مع الافقي مقدارها ثيتا ودي مقدار القوة اف ودي المساحة ايه اللي انا بأثر عليها? هل ينفع طبق القانون اللي قدامي ده? اقول لك لا. ليه لا يا مستر? عشان انت قلت انه هو قانون واحد? اقول لك اه بس القانون ده فيه مين? ودي الحاجات برضو اللي نفهم بها الفيزياء عشان اللي بيسأل هنفهم ازاي? واحسن مستوية ازاي? رقم واحد اللي انا قلتها في اول فيديو انك تفهم الشرح. ازاي بقى? اما اجي اقول لك انك ده قانون في واحد اتنين ثلاثة لازم تعرف مين الواحد ومن الاتنين ومن التلاثة. الواحد القوة قلت لك قوة عمودية. يبقى القانون ده ما ينفعش اخد فيه غير القوة العمودية. ما ينفعش نهائي. قلت لك مين المساحة دي? قلت لك المساحة الكلية اللي انا بأثر عليها كلها. تمام? فهنا اول فكرة اه. فين المساحة فين القوة العمودية? مش موجودة. طب اجيبها منين القوة دي? حد يعرف يجيبلي القوة دي بتسوي ايه? يعني ايه القوة دي بتسوي ايه يا مصطر? اقول لك مش فاكر التحليل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وقولنا لو عندنا القوة عاملة زاوية فانا بلغي القوة دي وبعمل لها تحليل مركبتين متعمدتين. واحدة فيهم افقية واحدة فيهم رأسية. الاتنين اتجاه هم زي القوة دي. يعني دي داخل هنا بتأثر هنا. فدي هتأثر هنا. ودي هتأثر هنا. تمام كده? في ملحوظة بس عاوز اركز عليها. احنا بنقول القوة دي بتأثر على المساحة دي كلها. ازاي القوة دي? وانت بتقول لنا يا مصطر هي المساحة اللي انت بتضغط عليها. بقول لك يا القوة احنا بنمثلها بخطة بس يعني انا مش رسم لك مسلا رجلي فيه لقدامك عشان تشوفه لقد بتاعها. لأ انا بقول لك في قوة اتجاهها كده. يعني ده متجاه بيعبر بس علي اتجاه القوة. اما شكلها ايه? او هي عبارة عن ايه? ما انا عرفش. ولكن هي قوة بتأثر على المساحة اللي قدامك دي. تمام كده? عشان ما حد يشولي من تعمل لنا خط المفروض تحسب النقطة اللي تحت الخط. اقول لك الخط ده بيعبر ان فيه قوة بتأثر على المساحة دي. تمام كده? المهم ان ده الضغط. طيب القوة عايزة القوة العمودية فاقول لك القوة اللي عاملة زاوية انا بحللها. لمركبتين. واحدة افقية واحدة رأسية. فبيكون فيهم واحدة اف كوزاين سيتا واحدة فيهم اف ساين سيتا. بغض النظر عن البعيدة دي خلينا في اللي احنا عايزينها. اللي احنا عايزينها هل جنبها الزاوية? لا. الزاوية بعيدة عنها فتبقى اف ساين ثيتا. اما القريبة منها نجيبها بالمرة تبقى اف كوزاين ثيتا. المركبة اللي جنب الزاوية بتكون اف كوزاين سيتا. والبعيدة بتبقى اف ساين سيتا. وبالتالي احنا كده خلاص حلينا المسألة. عندنا القوة العمودية. المقدار بتاعها فصين ثيتا وعندنا المساحة فيبقى القانون فصين ثيتا على ايه فهمنا بتيجي ازاي حد شبه يوقع يحفظ زي زمان طيب نيجي لحالة التالتة وهي ان برضو عندي نفس المساحة ايه ولكن القوة عاملة زاوية مع الرأسي وليس مع الوفق يعني الثيتا موجودة هنا تمام وانا محتاج مين اجيب الضغط فلما اجيب الضغط هم ايه الهو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات فين بقى القوة المؤثرة عموديا هقول لك هي مش موجودة بس الاف اللي عندي دي هشيلها هعمل لها تحليل مركبتين افقية ورأسية هنا الرأسية جنب الزاوية فهتكون اف كوزين ثيتا فانا كده اول حاجة هسبت القوة العمودية فعوض عنها اف كوزين ثيتا وبس كده دي الافكار بتاعت مين القوة العمودية طيب الفكرة رقم اتنين بعد كده التبيرات بتاعت رقم واحد للتبير في القوة ان هي ممكن ما تجيش قوة عمودية رقم اتنين التبير في المساحة ممكن يجي لك بايه في عندنا امثلة كتير ايا كانت المسالة اللي هجي لك انا بيعرفك الفكرة وليس المسال ده هو اللي عندك في المنهج والكلام بتاع زمان اللي الناس بتحفظه ده فكرة مثلا زي لو عندك مكعب وعندك متوازي مستطيلات المكعب المفروض بيكون احرفه كلها الاربعة متساوي يعني ده طوله ال وده طوله ال ويسمكه او ارتفاعه برضو بيكون ال طيب يعني مساحة كل وجه منهم متساوية او مساحة كل وجه متساوية يعني المكعب لو حطيته على وشه الاولاني او على وشه التاني او على وشه التالت هتلاقي برضو ليه نفس الضغط ليه نفس الضغط لان المساحة هي نفس المساحة مساحة وجهه الاولاني هي مساحة وجهه التاني هي مساحة وجهه التالت ووزن المكعب ثابت مين وزن المكعب؟ تعالى نفتقر وكده المفروض هو فولة سانوي بس تعالى نقوله الوزن بيعبر عنده برضو بقوة الجذب اللي هو كتلة في عجلة جاذبية تمام كده؟ طيب كتلة المكعب ثابتة وعجلة الجاذبية ثابتة وجدت لي وزنه اللي هي القوة اللي بتأثر على الارض او السطح اللي انت حطت عليه هي قوة الوزن وهي ثبتة طب المساحة ثبتة او ان مش ثبتة او انها ثبتة ليه لان كل الاوبة بتاعة المكعب مساحتها ثبت طيب تعالى لمسال رقم هو برضو في رقم اتنين في تغير المساحة بس هو مرة دي متوازي مستطيلات اللي هو شكله عشان تبقى متخيله السلاسي الابعاد ده كده وده برضو لو عايزين نعمله سلاسي الابعاد بس طبعا هنا الاطوال مفروض متساوية هنا بقى في عندك طول وهنا في عرض يعني ممكن نفترض ان ده تلاتة ال وده اتنين ال والسمك او الارتفاع ال. فهنا الطول بيختلف عن العرض بيختلف عن الارتفاع اللي هو بالضبط زي ما نجيب اي كتاب مثلا زي كتاب ده كده. ده كتاب او. هنا مساحة الوجه ده جير مساحة الوجه ده جير مساحة الوجه ده. فالكتاب ده كتلته ووزنه سبتين يعني القوة اللي هو يأثر بها على المكتب سبتة ولكن الكتاب لو أنا حطيته كده فهذا بتكون المساحة اللي بيأثر عليها كبيرة جدا طيب لو أنا حطيته كده هتكون المساحة صغيرة ونفس القوة اللي بتأثر فبالتالي أنا هنا في متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات مساحة أو وجهه مختلفة وبالتالي الضغط بيختلف من كل وجهه للآخر اتفقنا كده يبقى كده اتكلمنا عن القوة العمودية وأفقارها والمساحة واختلافها للجسم الواحد لو المساحة بتختلف فالضغط بتاع الجسم الواحد بيختلف بطريقة وضعه على السطح اللي احنا حطينه الحاجة التالتة الكلمة المساحة الكليا بتشمل اللي لو عندك مثلا شخص واحد بيأثر برجل واحدة مثلا على الأرض فالضغط بتاعه بأسم قوة وزنه على المساحة اللي هو بيأثر بيها إنما لو بيضغط برجله اللي اتنين فهأسم على مساحة اللي اتنين فلو دي ايه ودي ايه وانت وزنك دابليو فانا هأسم الضغط بتاعك لو انت واقف على اللي اتنين هيكون الوزن بتاعك على المساحتين بتوع رجلك اللي اتنين أما لو أنت وقف برجل واحدة فتكون وزنك أقسمه على مساحة واحدة تمام؟ ده معنا المساحة الكلية الفكرة الثالثة معنا وهي العوامل بتاعة الضغط إمتى الضغط بيطير أو إعلابته بالقوة والمساحة قبل بنتكلم عن عوامل الضغط فنسينا نقول وحدة قياس الضغط وحدة قياس الضغط بنجيبها من القانون بتاع الضغط وهو أن في قوة وحدتها نيوتن وفي مساحة وحدتها متر مربعة ومن هنا بنقول أن وحدات قياس الضغط هي من الحاجات من الحاجات اللي محتاجة التركيز منك جدا 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 في منهج تانية سنوية لأن الضغط ليه وحدات قياس كتيرة جدا 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 تقريبا أربعة أو خمسة على ما أتذكر يعني مش هناخدهم الوقتي لأنه دول مش موضوعنا موضوعنا هيكون فيه كمان درسين أو تلاتة كمان في آخر الفصل كده ولكن لو أنت بتحل في أي كتاب مش دقيق أو شوية فممكن يسألك في أسئلة فيها وحدات قياس الضغط أنت أنا ما قلتهاش في الفيديو ده مش عشان هي ما قلتهاش عشان أنا سايبها لا هي أصلا مش في الدرس ده تمام؟ فأنت ما تحلش أي مسألة لو لقيت فيها وحدة مختلفة جير معلومة للوحيدة اللي ممكن أقولها لك الوقتي اللي هي أن نيوتن على المتر مربع دي تكافئ وحدة اسمها باسكال تمام؟ بالعربي باسكال ممكن تكتب بيه إي بس؟ يبقى نيوتن لكل متر مربع هي هيها الباسكال فلو عندك في مسألة فيها باسكال أو نيوتن لكل متر مربع فأنت هتحل المسألة عادي جدا لقيت بقى أي وحدة تانية فما تحلش خالص إلا لو مسألة مش هيفرق فيها الوحدات يعني لو بتقارد ما بيني اتنين ويقولك ده مثلا ضغطه مية وعشرين طور وده تمانين طور مثلا زي ما هنتكلم الوقت فبالتالي هم الوحدتين زي بعض فأنا مش خاصة حاجة إنما أنك تحول من ده ده مش مبوعة خالص في الدرس الأول بعد ما خلصنا بقى وحدات القياس نيجي للعوامل أول حاجة زي ما اتفقنا وتعاودنا ده قانون فيه ثلاث حاجات طيب أنا بثبت حاجة المسألة هي اللي بتثبت حاجة فأنا بقارن ما بيني الحاجتين التانيين فحالتك الأولى إن انت هتقارن القوة بالضغط أو تأثير القوة على الضغط وزي ما انت شايف كده لقمة بينهم ترضية لأن القانون هنا في البسط وهنا في البسط فالحالة دي بيكون فيها المساحة سبتة وبتكون القوة ترضية مع الضغط يعني لو عندي نفس المساحة ولتكن المساحة دي ويه المساحة دي هم الاتنين مساحتهم ايه ولكن هنا الايه الأولى أنا بأثر عليها بقوة ولتكن اتنين اف وهنا قوة اف واحدة فهنا نفس المساحة يبقى المساحة سبتة القوة مختلفة فبالتالي الضغط هيختلف لأنك لو حسبت الضغط هنا هيكون اتنين اف على ايه وهنا الضغط هيكون اف على ايه بس فلو جيت تقارن هتلاقي هنا اف على ايه اتنين اف على ايه فتلاقي ان الضغط هنا ضعف الضغط هنا بسبب ان القوة هنا ضعف القوة هنا والمساحة سبتة والعلاقة الترضية زي ما احنا عارفين بتترسم خط مستقيم زي ده كده بيكون الضغط على الرأسي والقوة على افقي ومن ممكن يعكسها ما فيش فيها مشكلة كل الحكاية انك بتشوف بس من الميل اول حاجة احنا اول حاجة قولنا ان هي علاقة ترضية فعرفنا ان هو خط مستقيم الميل بقى لما انت بتيجي تحسبه زي ما اتفقنا من الشمال لليمين واحد اتنين من اتنين بتروح للبي اتنين ومن الواحد بتروح للبي واحد ومن الواحد تروح للف واحد ومن الاتنين تروح للف اتنين ويه الميل زي ما احنا عاشفين ومتعودين دايما هو الدلتا واي اللي هي الدلتا بي على الدلتا اكس اللي هي الدلتا اف اللي هي بي اتنين نقص بي واحد على اكس اتنين نقص اكس واحد مين بقى الميل بعرف من القانون القانون بيقول الاف او البي تساوي واحد على اي اف ليه عملتها كده عشان اقارنها بالمعادلة واي بتساوي اما اكس اف اللي هي المحور الوفقي محور اكس والواي اللي هي البي المحور الرأسي وبالتالي الميل يعبر عن مقلوب المساحة يعني الميل بيتناسب عكسي مع المساحة يعني يا مصدر لو الداني في المسألة جسمين كده واحد اسمه ايه والتاني اسمه بي مين فيهم مساحة مقطعه اكبر طبعا لما اجي اسألك سؤال على راس ما بياني بتقوم انت انفكر في الميل وبتقول لي ده ده ميله اكبر من ده فبالتالي ده مساحته اكبر من ده اقول لك لا المعلومة الاولى اصح ايه هي المعلومة الاولى ان ميل الا اكبر من ميل البي طيب ده معنى ايه الميل عكسي مع المساحة يعني مساحة الا اقل من مساحة البي وبس كده ده الفكرة الاولى او المعلومة الاولى طيب المعلومة التانية ان الضغط مع المساحة علاقة عكسية طيب ازاي عكسية ان الضغط الاول على الضغط التاني بتساوي المساحة التانية المساحة الاولى دي لو جئت لنا في مسألة فمعنى ان هي عكسية ان لو المساحة كبيرة فالضغط بيكون صغير بس ده عنده سجوط القوة اللي هو اللي عايزين نرسمها ان دي في مساحة كده وفي مساحة كده وانا بأثر بقوة اف هنا وقوة اف هنا فبالتالي الضغط هنا هيكون اف اللي هي هيها هنا وهنا والمساحة هنا بنفترض ان هي اي وهنا تلاتة اي فهنا هتكون اف على تلاتة اي اما هنا هتكون اف على هنا اف على اي بس وهنا على تلاتة اي فزي ما انت شايف كده هنا المساحة كبيرة صح كده طب الضغط هنا اف على اي وهنا اف على اي بس هنا فيه تولفت يبقى الضغط هنا اصغر من هنا لان المساحة هنا اكبر من هنا لأن العلاقة عكسية ما بين الضغط والمساحة عندما سجguignon القوة يعني بتأثر بنفس القوة على مساحتين مختلفة فالمساحته ببيره هيتأثر بضغط صغير والتطبيعات عليها كتير التطبيعات كل الإنكلم عنه في درس د يعني مثال يعنيøreك أمتي أن التطبيق يحدثك بإضافكة هتفكر في Along Meير عن مقدار القوة و mقدار المساحة ويه التغير ما بين القوة والضغط والمساحة ويه للضغط لو رسم بياني زي ما احنا بتعاولين علاقة عكسية بين الضغط و القو المساحة فبتكون علاقة عكسية بالشكل ده وزي ما انتفقنا من الشمال اليمين دي الواحد ودي الاثنين ودي البي واحد ودي البي اثنين ودي البي واحد ودي البي اثنين ليه بدأت تقول لنا دي كل مرة عشان هقول لك قارن ما بين الرسمة اللي هنا كل هنا هنا هتلاقي البي واحد بي اثنين هنا هتلاقي البي واحد تحت والبي اثنين فوق فلازم تفوق عشان ما تقعش في الامتحان طيب لو احنا عايزين نقلبها علاقة طردية فبنقلب المساحة يبقى مقلوب المساحة وبتكون علاقة طردية الميل بتاعك بيكون ايه بقى ده اللي احنا عايزين نركز عليه هنشوف القانون بيقول ايه بيقول ان البي بتساوي اف على ايه اللي هي واحد على ايه فالواي بتساوي ام اكس هنا ال اكس هي الواحد على ايه والواي هي البي فبالتالي الميل هو القوة فلو عندك اتنين واحد اسمه A واحد اسمه B فاللي ميله هنا اكبر اللي هو الاي ميل A اكبر من B فمعنى كده ان قوة A فعلا اكبر من قوة B ليه لان الميل بيتناسب ترضي مع مقدار القوة وده كده كان كل حاجة عن الضغط هيتبقى بس معنا التطبيقات اللي هي معك في الكتاب كده خلصنا كل حاجة وصلنا للتطبيقات او الملاحظات اول اللي هي في صفحة 28 الملاحظة الاولى ليه الابرة ابرة الخياطة او الدبوس دبوس دغط او اي دبوس او اي مصمار او اي حاجة انت عايز تدخلها في حاجة لازم يكون لها سن مدبب يعني الابرة دبوس مصمار اي حاجة بيكون لها سن مدبب ليه السن المدبب عشان اصغر المساحة زي دي كده بصغر المساحة خالص فالضغط بيكون كبير تمام كده الملحوظة التانية العربيات النقل الكبيرة بتلاقي دايما الكاوتش بتاعها تيخين واكتر من كده بتلاقي كاوتش انجن ببعض يعني واحد كده واحد كده عشان تبقى المساحة الكلية اللي بيضغط عليها الواحد بس هم مساحة كبيرة فعدد الكاوتشات طبعا فبتكون المساحة كبيرة جدا فبيكون الضغط بتاع العربيات الصغير نسبيا بدل ما عربياته كله يكون بيضغط على الارض لا بيضغط حاجة بسيطة بسبب ان المساحة كبيرة تطبيق ثالث او فكرة ثالثة بس هي فكرة مش دقيقة خادص ولا فيها اي منطقية ولكن هي فكرتها مع مقبولة يعني اللي هي تأثير قوة الفيل والبنت على الارض الفيل الضغط بتاع الارض ايه والبنت الضغطة بتاع الارض ايه واولا لما تيجي القارن سيما احنا شايفين كده كنا بنقارن بين قوة فكنا بنسبت المساحة ولو بنقارن بين مساحة بنسبت القوة اما في المثال ده فهو مغير القوة ومغير المساحة والضغط متغير يعني الثلاثة بتغيره وانت ما تقدرش تحدد مين بتغير بمقدار اكبر عشان تعرف في المثال صح ولكن في المجمل ايه الفكرة الفكرة كلها يقولك ان الفيل او كبير وضخم بس مساحة ارجوله كبيرة يعني كل رجل فيه والنفطرد دي واحدة ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة فالفيل بيأثر على المساحة دي كلها انما البنت هو اجاب انتو ومركز على بنت لابسة حزاء كعبه رفاية يعني الوزن البنت كله بيأثر على نقطة زي دي كده بس ده كده واجهة المقارنة بتاع السؤال ولكن هو اصلا ما ينفعش القارنة بين قواتين مختلفتين تمام لان هنا واجهة المقارنة وبين قوة الفيل او وزن الفيل ووزن البنت لا يقارن فبالتالي المساحة اختلاف فيها برضو بسيط ولكن في المجمل الفكرة بقولك الفيل بيأثر على مساحة كبيرة قوي فالضغط بتاعه صغير انما البنت بتأثر بوزن صغير بس المساحة صغيرة فبتكون ضغط كبير ده فكرة السؤال دي امثلة في امثلة بقى كتير ممكن تدخيلها وممكن ما تدخيلهاش هو هيقولك الفكرة انت هتفهم المضمون بتاع الفكرة اما بالنسبة للتطبيعات اللي هو ممكن يسألك فيها زي تطبيقات الكسافة وزي تطبيقات اللي كانت في التنم الاول بتاعت الوزوجة والسرايان هنا في صفحة واحد وتلاتين في تطبيقين زي ما قلنا في الكسافة فيه تطبيق في الانسان وتطبيق في العربيات هنا برضو نفسي حكاية تطبيق في الانسان وتطبيق في العربيات تطبيق الانسان في الكسافة اللي هو انت فاكر كان تحليل الدم والبول هنا تطبيق الإنسان أو اللي هو في الطب يعني هو تشخيص بعض الأمراض هو قياس ضغط الدم. هنا بنتكلم في التحليل بتحديد إيس كسافات أما في الضغط أو في الضغط أو بتقيس الضغط بتاع الإنسان. في الطبيعي لأي حد بيس ضغط بيقول لك ضغطك 120 على 80 وانت زي الفل والكلام ده كله. من ده 120 ومن الثمانين هو ده حاجة اسمه ضغط انقباضي لما القلب بينقبض. عضلة القلب بتنقبض وبتاخد الدم كده كله. ده بيبقى ضغط انقباضي بيكون قيمة عظمى اللي هو 120. في حاجة لما عضلة القلب تيجي تنبسط بيكون قيمة صغره وبيكون 80. ايه واحدة قياس الضغطي هنا بقى زي ما انتفقنا هي تور. تكتب بالعربي تور. ماشي? ايه كان بقى النطقة بتاعها. المهم ان ده واحدة قياس سنفهم معناها ايه بعد كده. اه يبقى الضغط في الانسان السليم 120 على 80. معناها ايه? ان الضغط الانقباضي 120 تور لحظة انقباض عضلة القلب. والضغط الانبساطي لحظة انبساط عضلة القلب 80 تور في الانسان الطبيعي. التطبيق التاني في العربيات اللي هو معاك في صفحة 32 هو ان الاطار بتاع العربية. الاطار معناك كوتش بتاع العربية. اه يكون اه تحت ضغط عالي نسبيا. ده المفروض. تمام? يعني ايه عالي نسبيا يعني بضغط يعني ايه ضغط عالي. يعني ملان هوا. فالهوا بيتضغط زي ما اتفقنا في الفيديو الاول. فليه انت اتو عايز ضغط عالي ومش عايزه ضغط اه صغير? ضغط عالي يقول ان ازي ما تفعل انه منفوخ يعني اه جامد. الفكرة ان لو الاطار منفوخ هتلاقي شكله عامل من تحت كده. فبيلمس الارض تقريبا في نقطة او حتة صغيرة. انما لو الضغط منخفض يعني معوش منفوخ يعني. فده الطريق مثلا فبتلاقي الكاوتش عامل كده. هتلاقي نايم على الطريق اللي يقولك الفردة نايمة او الكاوتش نايم على الارض اللي هو بتلاقيه. تحس ان هو كله مفروض على الارض كده. طب ايه الخطر في فيدها الخطر في كده ان انت تماشي طول الطريق بيحصل احتكاك ما بين الاطار وما بين الطريق. فبيسخن فبيتلاف. تمام? اما هنا ده في الحالة دي ان هو مش الضغط مش عالي. فالضغط مش عالي بامساح التلامس الاطار مع الطريق بتكون كبيرة. فالضغط. اه فبيحصل احتكاك ما بين. هنا ملاقش علاقة بالضغط. هنا بيحصل احتكاك ما بين ايه? ما بين الاطار وما بين الطريق. علاقة ده بالضغط ان احنا بقول ان الهواء اللي جوه هو ليكون مضغوط نسبيا هنا مبقاش مضغوط. اما المساحة هنا واختلافها فاحنا ما بنتكلمش عن الضغط على الارض او حاجة. ابقى في المجمل لو الاطار الضغط بتاعه مرتفع نسبيا او المعتدم بيكون مرتفع. يعني بيكون منفوخ يعني. فبيكون نقطة التلامس مساحاتها الصغيرة. فبيتالي الاحتكاك بيقل والحرارة بتقل. فلا يطلف الاطار. اما هنا بيطلف الاطار. ده كده كل حاجة عن الضغط. اتمنى اكونوا فاهمينها. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون عن الفكرة التانية وهي الضغط عند نقطة في باطن سائل. الفيديو التالت هيكون حل امثلة واختابل نفسك. بعد كده نبدأ في حل الدرس في كتاب الامتحان. نشوفكم في الفيديو الجاي. والسلام عليكم وبركاتكم.